سلام عليكم أهلا وسهلا بكم ومعكم محمد زيد مرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة رياضيات بالعربي في الفيديو هذا حنتعلموا أشياء جديدة ممكن هي تكون لسنوات دراسية مختلفة في رياضيات في الدرس هذا حنتعرفوا على الطريقة جمع وطرح الكسور بطريقة بسيطة يدويا يعني مش بالآلة حاسبة لكن إن شاء الله بعد ما نكملوا جمع وطرح الكسور لما تلاحظوا هنا عنها هاشتاغ واحد بعد ما نكملوا الجزء الثاني اللي هي هيكون أكتر تعقيد من اللي احنا هناخدوه المرة هادي هنتعرفوا على طريقة حل المساء اللي لها علاقة بجمع وطرح الكسور باستخدام الألحاسبة ومن ثم هننقذوا لطريقة درب وقسمة الكسور جزء الأول وجزء الثاني اللي هي تنقذ طريقة التعقيد يعني لو تلاحظوا هنا ان احنا عنا المقامات متشابهة وهذا الشي يخلي العمليات هادي بسيطة لكن إن شاء الله في الجزء الثاني من كل نوع يعني سواء جمع وطرح الكسور الجزء الثاني أو ضربة قسمة الكسور الجزء الثاني هيكون أكتر تعقيد يعني هيكون في مثلا المقامات مختلفة أو ما إلى ذلك خلونا نبدو بسم الله في السؤال هذا اللي هو جمع لعنا خمس أو واحد على خمسة زايد اثنين على خمسة نبو نجمعوهم بمجرد ما نشرح هذا الطرح هيكون بسيط جدا إن احنا عنا شيء بسيط جدا في طريقة جمع وطرح الكسور أم تكون عنا المقامات متشابهة فنقدروا ناخدوا المقام ونكتبوه زي ما هو يعني احنا عنا واحد على خمسة واثنين على خمسة فنقدروا نكتبوا المقام بالزبط زي ما هو بدون ما نديروا عليه أي عملية رياضية يعني حنحطوها الخمسة زي ما هي وش نفس الشي أنت بقى على الطرح عنا خمسة على تسعة ناقص تين على تسعة فنقدروا ناخدوا التسعة لهي المقام ونكتبوها تماما زي ما هي يفضل عندنا البسوط البسوط هنديروا عليهم عملية رياضية عادية جدا يعني عنا واحد واثنين هنجمعوهم هنحطو ثلاثة عنا خمسة أو اثنين خمسة ناقص تين عنا أيضا ثلاثة لتبسيط العملية في حال أي حد عنده تعقيد أو صعوبة في شي هذا نقدروا ببساطة نديروا كسر جديد ما غير كسر النتائج نقدروا على سبيل 200 نحطو هكي طبعا هذا مثلا للمسألة الأولى ونقدروا نديروا أنه عندنا مثلا واحد زايد اثنين بالمقام المشترك اللي هو خمسة أما هنا فنقدروا نديروا أنه عندنا خمسة ناقص اثنين بالمقام المشترك اللي هو تسعة فهنا سيطلع لنا ثلاثة على تسعة وهنا سيطلع لنا أيضا ثلاثة ولكن على خمسة نسلقا درس بسيط بالنسبة ليكم وساهل جدا وتعرفت على طريقة جمع وطرح الكسور ان ام تكون هنا جمع طرح الكسور والمقامات متشابهة ناخدوا المقام زي ما هو ونديروا العملية الرياضية بطريقة بسيطة جدا للبسط انه سواء جمع حنجمعه وسواء طرح حنطرحه بطريقة بسيطة جدا ان شاء الله في الفيديو او في الدرس الجاي حنتعرف على طريقة جمع طرح الكسور لكن لعمليات اكتر تعقيدا يعني ممكن تكون الخطوة التالية ببساطة ممكن ان هي تكون المقامات مختلفة وشي هذا شوي بتفكير ويبي شوية مهارات رياضية وفي درس اللي بعد ان شاء الله هنتعرف على اتمام العملية هذه بالحاسبة ومنتما هننجزوا للضرب والقسمة ان شاء الله بطفيق للجميع اذا اي حد منكم عنده اي استفسارات او اي اسئلة او اي دروس يحاب لها شرح خاص ياريت تبعتولي او تحطوه في التعليقات ان شاء الله بطفيق للجميع نتلاقيه في درس القادم وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم حتى يستفيدوا ومع سلامة